في هذا الفيديو سأتفعل اي�� التحديث في السيزن الثالث سيلزا 16 سأتفعل اي 기억 بان السيزن الثالث هذا الفيديو سيكون قليل و مدته سريع جدا ولكن سأتفعل الثالث دخل الى قيم ما سأتفعل الأي uno بقية الكومنتات او التعليقات كلها عم شوفها على كل الفيديوهات. الله يسعدكم على التعليقات والله بتفرح لقلب الصراحة. شكرا لكم كلها تكون لهي التعليقات. انا الصراحة ما عم بقدر رد على كل التعليقات لانه شوية مشغول وعندي شوية شغل خارج عن اليوتيوب يعني عم حضر ان شاء الله لكزا شغلة وبالنسبة للستريم وبس مباشر ان شاء الله عم زبت اكتر واكتر. فهلا انا لحكي لك بالنسبة للوقات. كلا اليس ie منعرف الحدث الحدث الدومس دي انت كام معنا. في بعض الدول كان الساعة السابع مساء انا وفي بعض الدول الساعة اثمانه وفي بعض الدول تسعة وفي بعض الدول الساعة عشرة. هدول هن non stop i got yfun The, His spell was become 6A in 2019 j. تقول من الساعة السبع بالليل للساعة عشرة بالليل needed to be a puppet of a workspace ديه بالنسبة للتحديث ان شاء الله لا حيجي معنا يوم الاربعاء الموافق 17 سبته الفين وعشرين وโ bientôt j 18g. و era of a everyone بالنسبة لحدث دومزدي لو حابب فوت شوفهم وبتعرف انت الوقت الخاص بالتحديث نفس الوقت الخاص بحدث دومزدي بس عواض مساء او بعد العشاء يعني على المغرب لحيكون صباح يعني اللي كان عنده الحدث الساعة سبعة بالليل لحيكون عنده الساعة سبعة الصبح يلي كان عنده الحدث ساعة تسعة بالليل وبتدير تقول تسعين بالمئة من الدول العربية او تمانين بالمئة من الدول العربية كان عنده الساعة تسعة بالليل لحدث فلحيكون التحديث شي طبيعي الساعة تسعة الصبح هي هي الفكرة تبع كل التحديث السيزن التالت ما حبيت قل لك الوقت كل ياتو ولو انت حابب تعرف اي اوقات انا كمان لح اكتب لك كومينت مسبت بالنسبة للاوقات كل ياتا بس عواض مساء خاص بحدث دومز داي لح يكون صباحا هيك بكل اختصار قلت لك امتى الوقت امشان ما طول الفيديو الصراحة لانه لح يكون فيديو قليل جدا ولح احكي لك كمان عن شغلة لزارة امامك بالصورة او بالفيديو هذا العداد الخاص بالبارد تبع السيزن التو هلا لحنا نحي يخلص معنا السيزن التو متل مظاهر امامك هذا هو العداد الخاص بالسيزن التو متل مظاهر امامك السواني والاجزاء السواني وكل شي ظاهر امامك عم يعد وعم يخلص فهذا هو بتقدر تفوت تعرف من جواته لح ترك لك انا تحت بالدسكريبشر رابط لتويتر الخاص فيني لح تلاقي هذا البوست او هذا المنشور محطوط اول بوست عندي باللي تويتر فوت عندي على تويتر ولا تنسى كمان لو حابب تتابعني على تويتر انا عامل صفحة جديدة على تويتر لانه القديمة روحت او راحت يعني بشكل عام فانا عامل صفحة جديدة على تويتر لو حابب تفوت تابعني على تويتر مش هنصير نزل منشورات اكتر واشياء تانية بوستاتيك شغلات خفيفة ما بتستاهل مسلا فيديو او ما بقدر اعمل عليها فيديو لو حابب فوت شوف انت هذا البار الخاص بالسواني او جزاء السواني بالزبط متل مزاير امامك هذا هو يعني بورجيك الجزء من الثانية هو وعم يعبي فهذا البار مفيد جدا شوف انت قبل الساعة سبعة تبع عندك او ساعة ثمانية او قبل بساعة ما يبليش شوف انت ادي صفيان بالزبط بالنسبة للتحديث وبتعرف بدون ما تشوف الاوقات هي شغلة حلوة كتير بالنسبة لهذا الصفحة او هذا الشخص اللي عامل هاي القصة حلوة كتير هاي القصة بتعطيك السواني فهذا هو الفيديو تبعنا بسيط جدا لا تنسى اللايكف فعلا عم يفيدني جدا بالفيديوهات ولا تمسى الكومنت او التحليقات كلا يا ت Brusie عم شوفها بكل الفيديوهات بس حاليا ما عم بقدر رضع على كل التحليقات لانه متماهكو لكم عم رضو لشغلة جديدة وعم بنقل بيت وعم بيعمل كلمي ان شاء الله مع الوقت فعم صبت لبعض الاشياء ومشغول جدا حاليا ما عم بقدر رضع على كل التعليقات بس عم راجع التحليقات كلتا بحبت شكركم عالتعليقات الخرافية كلياتها فهذا هو الفيديو طبعنا اليوم بسيط جدا بس لا تنسى تحط لايك وتكتب كومينت حلو تحت وشكرا لكم كلياتكم كل الدعم بالقاتم شو بنيمو تسعة وبرعاية الله موسيقى